المباراة الأولانية وبعد كده بص يا مهم انا قلت هلك يمكن الحلقة لما كنا مع بعض الحلقة اللي فاتت ان احنا هنتأهل لنهايات أفريقيا هو المحكي بالنسبة لنا بقى النهايات بتاعة أفريقيا هي دي الفيصل في اننا نقدر نحكم على أداء لعبتنا وعلى أداء إيهاب جلال بس خلي بالك برضو ان كابتن حسام البدري صعدنا في تصفيات أفريقيا صعدنا للنهايات وماكملش يعني صعدنا كنا في المركز الأول بسبب أواخر ماكملش ودي كاية حاجة برضو لا بس احنا ما كناش سعدنا لنهايات كان في لسه يعني كنا وصلنا يعني كابتن حسام البدري وصلنا لكاس الأمم اللي في الكاميرا ما هو ده بقى لغز هو ده اللي أنا بقى بقوله ما هو ده لغز يعني أنا الأداء بتاعي أيام حسام البدري ما كانش مخنع لكنه وصلت بالزبط خلاص ومش هل الأداء بتاع منتخب مصر في عهد إيهاب جلال هيكون غير مقنع وأوصل ويمشي ليه يمشي